الولايات المتحدة والصين تعقدان محادثات طويلة ومعقدة فتحت فيها كل الملفات الشائكة بينهما محادثات جادة لكنها صعبة ولم تسفر عن اتفاق واضح على ما يبدو عقب ختامها في ولاية ألاسكا الأمريكية وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان قادا الوفد الأمريكي وأكد أن كل القضايا الخلافية قد بحثت لاسيما ما يتعلق بموقف واشنطن مما يحدث في الأقاليم الصينية أمضيت أنا وجيك ساعات عدة في مبحثات مع نظرائنا الصينيين لمدة يومين ونحن نعلم بالتأكيد أن هناك خلافات بيننا بشأن عدد من القضايا بما فيها ما تقوم به الحكومة الصينية في إقليم شنجان وكذلك هونغ كونغ والتيبت وما يحصل في تايوان بشكل متزايد فضلا عن قضايا تشمل نشاطات الصين في الفضاء السيبراني ويبدو أن واشنطن واجهت عد فعل صيني اتجاه قضايا أقاليمها لتنتقل بوصلة النقاشات إلى ملفات دولية لم يكن مفاجئا لنا أنه حين تناولنا قضايا المحادثات بشكل واضح ومباشر حصلنا على ردود مدافعة من الجانب الصيني لكننا أيضا تمكننا من التباحث بشكل صريح للغاية خلال الساعات العديدة التي أمضيناها معا بشأن قضايا متعلقة بإيران وكوريا الشمالية وأفغانستان كما تناولنا التغير المناخي والاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا أما الجانب الصيني فقد أعلن موقفا إيجابيا من المحادثات وقال أعلى مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانج جيشي إن مباحثات الطرفين في ألسكا كانت صريحة وبناءة ومفيدة بحثنا مع الجانب الأمريكي سياسات الداخلية والخارجية للبلدين والعلاقات الثنائية كان الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى صريحا وبناء ومفيدا رغم بعض الاختلافات الرئيسية بيننا ستحمي الصين بحزم سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية وعلى عكس البداية المتشنجة للقاء وما شابه من اتهامات متبادلة وانتقادات إلا أن الختام كان أميل للتهديئة الدبلوماسية والحديث عن آفاق جديدة حتى في ظل بقاء الخلافات